إنا آمنا بربنا ليغفرنا خطايانا وما أكردتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكردتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي من قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاه من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طويقا في البحر يبسا لا تخاف تركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما موسى نجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن وسلوى كنوا من طيبات فارزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن داب وآمن ومن صالحا ثم اهددا وإني لغفار لمن داب وآمن وعمل صالحا ثم اهددا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أفري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربك ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فضواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة داكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة داكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة داكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة داكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكم أهلقنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها أبا لم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينتما بصرف أولا ولو أننا أغلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون 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 من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم الدين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا حواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النات وخير الممات وثبت أقدامنا نحن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر